اشهد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك المعظم التي تشكل ركيزة نساسية في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك جاء ذلك خلال استقبال فخامته للسيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي حيث ثمن العليمي مواقف جلالته الداعمة للشرعية اليمنية على كافة المستويات ومساندة جلالته لجهود حل الأزمة اليمنية مشيدا كذلك بإدارة جلالته الحكيمة للقمة العربية التي استضافتها البحرين وما تمخض عنها من قرارات داعمة للقضايا العربية ومصالح الشعب العربي مؤكدا أن السياسة الحكيمة التي انتهجها جلالة الملك المعظم تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن القضايا العربية كما شهد فخامة الرئيس العالمي بمواقف حكومة مملكة البحرين برئاسة سموي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء الداعمة للسلطة الشرعية في اليمن ترجمة نانسي قنقر